يا صاحبي يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نزلة على خدك تمن القلم مغفرة في الدنيا والاخرة بلعف ومين جدك دي الشوكة لو سكتك تغفر زنوب سكتك بلعف ومين جدك يا صاحبي يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نزلة على خدك ايو هتفرط لحظة في حلمك حتى لو بجناح مكسور حلمك ابنك اكسر سجنك ايو هيفرق بينكم سور مهما تزيد حواليك الضلمة بكرة اكيد في نقطة نور هذه كلماتي كلمات الدكتور الشاعر حسين الشورى اهلا بيكم ورجحت لكم تاني بعد الفاصل اي مريض عنده اي مشكلة يرفع السماعة ويكلمني قد ما اقدر حنوقف جنبه ان شاء الله كقناة بعلاقتنا بفضل ربنا اولا علينا ثم بحبنا ليكم بنحاول قد ما نقدر بسعد لما حد يكلمني ويقول لي انا من البحيرة انا من كومومبو انا من اسوان انا من اسيوت انا من المينيا انا من الشرقية بطني واجعاني ولا حاجة واجعاني اقول له ادخل صيدلية اديني الصيدلي واكلم الصيدلي ويدينه العلاج وبعدها ارجع يشكرني والشكر لله اولا واخيرا طبعا ببقى سعيد جدا بدا ببقى حاسس ان انا عملت حاجة كويسة اسعدت بني ادم ربما لا اعرف ملامح وجهه لا اعرف ملامح وجهه ولكني احبه في الله عزيزان مشاهدين برنامج تواصل على قناة صحة والجمال كل يوم اتنين عشرة بالليل هو جسر بنحبكم في الله عبارة بنقولها احنا بنحاول نقدم اللي نقدر عليه انا في انتظار اتصالاتكم الهاتفية في كل ما يتعلق بكورونا بالكبد بالسكر بالجهاز الهضمي بالقولون بالمرارة كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي والكبد والسكر والسمنة والسمنة هنقولكم هنوقف معاكم هنتكلم معاكم احنا في انتظار اتصالاتكم الهاتفية طيب الحقيقة كتاب اعراض وامراض اللي انت شايفينه ده دلوقتي واللي يعني بوزعه مجانا لبعض الناس حبيب يعني اعراض وامراض هو حاجة كده بنحاول نقولها في البرنامج يعني احنا لو قلنا اعراض وامراض هذا الكتاب اللي انا مسكه دلوقتي الكتاب ده هو خلاصة البرنامج بمعنى ان احنا في البرنامج بنقول ايه حد يشكو من شيء لما هزر راجل يشكو بالصدح مثلا فنقول الصدح سببه العين او الانف او الاسنان او الرقبة او الازن او البطن الجهاز الهضمي وبالذات الامساك او او رام لقدر الله فبنقول في كل حاجة من دول اللي يقول ان احنا مشين في السكة دي فبالكتاب ده لو اعراض وامراض تقدر حضرتك تعرف وعلى فكرة عن نت تقريبا يعني جزء كبير منه مجانا لان هنا عاملينه الواجه اللي لا يعني فاللي اقدر اقوله بس انه تقدر تقول رايح فين وزي ما قلنا معلومة مهمة قبل كده لو ايديك او رجليك فيها تنميل او تنميل في اي جزء من جسمك روح لمخ وعصاب عشان كده دايما يسألوني الحالة دي الروح لها عظام ولا علاج طبيعي ولا مخ وعصاب لو فيه تنميل روح مخ وعصاب لو فيه قلم بس من غير تنميل روح عظام اما العلاج الطبيعي فهو مع ده ومع ده بيساعد الاتنين وهو عامل مساعد على الاتنين ما روحش العلاج طبيعي من الاول ده اللي يوديني العلاج طبيعي بتاع العظام او بتاع المخ والاحصاب معلومات كتير الحقيقة حضرناها لكم النهاردة محبينا فيه برنامج تواصل عايز اقول مثلا من الحاجات اللي جاهزتها لكم النهاردة انه ناس كتير فاهمة ان كبار السن لازم يأكلوا كتير عشان يعوضوا ضمور العضلات ويعوضوا من السن خالص ارجوك يا مريض السن يا مسن يا كبير يا كبير السن اذا فيه اي مرض ولا حاجة قلل من الاكل قلل من الاكل خدوا بالكم معدة كبير السن غير معدة الشاب عشان كده لو سمحت اعتني بمعدتك ودي تاني معلومة يبقى انضم حاجة للمعلومة الاولى ايه المعلومة اللي قلناها على كبار السن قلنا معلومة مهمة قلنا اللي الامساك عند كبار السن قد يكون كارثة علشان كده الشاب لو جاله امساك ما بخافش لكن كبير السن اللي فوق السبعين لو جاله امساك بخاف لا يكون سرطان قولون لانه ده بتاع السن ده وبيجيب امساك وساعت دم عشان كده امساك في كبير السن معدهاش بسهولة لكن امساك في حد صغير مفيش مشكلة دي معلومة المعلومة التانية كبار السن ينتقوا اكلهم لانه كبير السن كمية الاكل بشه المفروض تكون زي الشاب كل كل حاجة ولكن بكمية كبيرة ارحم معدتك الحاجة التانية الحقيقة الناس اللي بتاكل بسرعة الاكل بسرعة طامة كبرى حاول تاكل ببطء مش بس الاكل وانما ايضا العصائر حيقول لي الله يعنى ما اشرب عصير لمون او عصير برتقان اشربه ببطء نعم استحلاب لانه وجدوا انه البطء ده بيساعد جدا في هضم الطعام خد كمان المعلومة الجديدة المهمة اللي تستهل بقك قوي كنا زمان نقول ما نشربش مية مع الاكل او في وسطه او في اوله او في اخره العلم الحديث دلوقتي قال لك لا اشرب قبل الاكل شوية مية صحيح ما تكترش قوي 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 لكن وجد ان شرب شوية مية قبل الاكل كوب قد ده مثلا مية مفيد جدا لانه بيحفز كل الجهاز الهضمي للهضم وكأنه بيخبط على الباب ويقول جهازه يا اهل الدار فان ضيفا عظيما سوف يأتي بعد قليل يبقى نصيحة اشرب شوية مية قبل الاكل ودي لها مزايا كتير اولا تنبيه الجهاز الهضم للهضم اتنين هتملأ حيز من المهدى فتخليك ما تكلش في الاجبال كتير تمام تلاتة هتعالج انه ما يحصلش امساك لان احنا حكينا المية طول اليوم تمنح الامساك ولذلك في حاجة مهمة جدا بقولها لما حد يقول لي باكل قليل او ما بشربش مية كتير وانا بكرع المية بقول تلات كلمات واحد اذا مش نفسك تشرب مية اشرب سويل زي الكمون زي الينسون زي النعناع زي البردقش زي الارفة زي الزنجبيل زي الى الاخر حلو كده طيب اتنين دايما الناس دول عندهم املاح وحصوات او املاح خد تودي الى حصوات تلاتة الناس دول عندهم امساك طيب معانا الاستاذ الولاء من البحيرة السلام عليكم عيوة السلام عليكم يا دكتور تفضل يا اختي لو سمحت يا دكتور انا خدت علاج الاميضة لمدة عشر بطيام امم هو قداني حقن في الوريد لمدة عشرين من لمدة تعصر بطيام عشرين حقنة امم اه لقرحة المعدة امم واداني علاج اميبي اللي هو اميزول امم واللي هو شريط ام مضادة حيوي مش عارفة حاجة مضادة للبكترية اسمه سوبر ايه حاجة زي كده يعني امم ومديني حاجة للكولون للالتهابات الكولون ومديني لبريت لبراكس فانا يا دكتور لا لا قلت اخر حاجة ايه لبراكس اه. لبراكس. وحاجة كمان للكولون متين. اه اه. هو ممكن تبقى ترين سيديا متين وممكن تبقى جس ترج متين جس ترج متين. او ترايتون متين يا ترايتون متين يا جس ترج متين يا ترين سيديا متين ايه من دول يا جس تلبيوتك طبعا. والله مش عارف يا دكتور هو بالانجليزي طب الحقن الحقن ايه من الحقن يا بابا الحقن اه حاجة اسمها جاست اه اه ترين حاجة زي كده جاست رازول ولا جاست ايه مفيش ميتين بيصفر حقن جاست رين تين يا دكتور حاجة زي كده تمام تمام عشرين حقنة كتيرة انا مش عارف اداك ايه الحقيقة يعني كتيرة ولا سيبرو ده يزور تمام بس يعني الاميبة كانت في البراز يا أختي فيه اميبة في البراز كانت ليه نعمال uh فيه يا دكتور بقتح بطن كده يا دكتور فيه دوسنتاريا طيب معها دم مثلا دوسنتاريا اميبية هي زي المخات كده زي المخات وفيه دم مدمم ولا من غير دم لأ احنا فيش دم يا دكتور برغم ان انا عمنا بس فيه الم بيقطع ام الم بيقطع يعني في في ال ايه يا دكتور بعمد حنم وبفتحش برضي يعني بعمل حمام بحس ان فيه بطن تعماني برضو من جوة. طيب بعد ما خلصنا الكرسي ده. يعني استريحنا ولا لسه? حاسة ان انا مرتاحة شوية بس مش للاخر يعني مش للنهاية. وانا مخلصة العلاج. طيب عايزة اسأل حضرتك يا تار عملنا تحليل براس بعدها اعزك الله? لا لسه يا دكتور هعمل بس هو بطن برضو لسه بتوجعني وحاسة ان هي منفوخة وكده يعني. طيب فيه كركبة في البطن ونسمع اصوات. عايزة اعمل حمام ومش عايزة اخش الحمام في نفس الوقت. نعمل كركبة واصوات فيه اصوات باك 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 كده اصوات وكركبة? ايوة يا دكتور وعايزة اخش الحمام وبطن بتوجعني ومش عايزة اعمل حمام. طيب الف سلامة عليك. هي الاميبة دي يا دكتور هي خطيرة ولا هي لها علاج ولا هي ايه بصدر. بص حضرتك ليه علاج طبعا وهو الاميبة بس عايزة اقول حاجتين لما نبص على تحليل البراز ونلاقي فيه اميبة نبص هل هو سست ولا اوفة بويضة. ساعات بلاقي كلمة بروتوزوة او اوفة يعني معناها موجودة الدودة بنفسها وحالها. اما لما لقي كلمة سست يعني متحوصلة متحوصلة ما بندهاش علاج. ولا نديها كل الكرسي ده يا امي. ايه متحوصلة يا دكتور. متحوصلة انا كانش في داع لكل العلاج ده لانها في الغالب في رأيين طبيين. رأي بيقول ان المتحوصلة دي خلاص ولا بدرنا ولا بيوصلها علاج. اصلا ما حوصلها نفسها بيوصلهاش علاج. ده رأيي اعم واشمل في الطب. رأيي تاني بيقول ندي حاجة كده ونشوف الدنيا عاملائي. انما طبعا زي ما اقول لحضرتك مش مفروض يعني. بس احنا بنغافم الاميبة من حال يا خود دال. هي دودة يا دكتور? او سمحت هي دودة بتنزل بالعلاج? اه اه طبعا. الاميبة دودة اسمها دودة الاميبية. وهي اللي بتعمل الدسنتاريا. هي يعني هي اسمها بالعرب الدسنتاريا بس خلينا اقول لي اللفظ الدرج بتاع الناس العامية او العادية. الزنتاريا او الدسنتاريا. بس انا يا دكتور لو سمحت مش عارف امرت حياة الطبيعية تسبب بطني. فانا مش عارف اعمل ايه? يعني. يا ريت عالواطس عالرقم اللي بقوله. يا ريت عالواطس. الواطس اللي موجود على الشاشة. اللي هو موجود على الشاشة دلوقتي وانا شايفه. او على الرقم زيرو مية واربعتاشر مية واربعتاشر تلات ستات اتنين. ده رقم الدكتور حسين الشورى اللي انا بكلم حضرتك. منه? ابعاتي على ده. ايه على زيرو مية واربعتاشر. مية واربعتاشر تلات ستات اتنين? اي رقم يا انت ابعاتي عليه? هيوصلني بس تحليل البراز. انا مش عايز اكتر من كده. ولو رشدت لللي تكتب. وهقولك كل حاجة. وفكرونه اقولك هو الدكتور ايه دكتور خايف من امي الاميبة. هقولك دلوقتي. اه طيب. اه شكرا طبعا ليه على اتصالها. اللي عايز اقوله انه الاميبة مشكلتها ايه يا اخواننا? انها بتحمل ما يسمى بالاميبك ليفر ابسس. الاميبك ليفر ابسس. يعني خراج اميبي في الكبد. خراج اميبي في الكبد بتبقى حالة صحبة وبيخة جدا. خراج جوه الكبد. فبنتطر نفتح وندخل ونفضي قصة حدوه تكبيرة. وبدأت بايه? باميبة في البطن ما تعالجتش. ناهيك طبعا عن كل المشاكل اللي هي بتقولها. المخاط والدم والمغس والتقلصات. ناهيك عن ان الاميبة دي بتاكل الاكل بتاعنا زي الاسكارس وغيرها. فيبقى اذا عنده ساعاتي بقى نمية. ناهيك عن عدم الراحة خالص في الهضم. يعني الاميبة دي حاجة وطبعا انت عارفين انها اندمك في مصر. يعني متوطنة في مصر. عشان كده مهم جدا. اختنا الفاضلة وغيرها. اللي يتعالج من الاميبة يعالج البيت كله. عايز تعرف دكتورك شطر ولا اختبره في الاميبة. قولي يا دكتور عنده اميبة. لو الدكتور قال لك خد العلاج ده وسكت. يبقى دكتور مش شطر قوي. الدكتور الشطر قوي يحكي لك عن انك لازم تعمل تنظيف للبيت كله بالاميبة. يديك العلاج ويكرره بعد فترة صغيرة ويديك الجرعة تاني يدي البيت والبيت كله يبدأ في نفس الوقت. ولزلك البيت اللي فيه فردة اميبة في الغالب بقية الافراد متصابين. في الغالب. عشان كده لازم يدي البيت كله. الصغيرين شراب والكبار اقراص. وفي نفس الاسبوع الام تبقى وعية وتغسل الملابس الداخلية بتاحت البيت كله. غسيل رائع جدا. وبعدين لما تجمع الغسيل ده تقلبه وتكويب المكوى. لان البويضات دي موجودة لاتورة بالعين ما يقتلهاش غير المكوى السخنة. يبقى هيقلب الاندر بتاع الاطفال والكبار ويمشي عليه بالمكوى. هزي هي الطريقة المسلة للتخلص من الاميبة. طيب معنا السيد عبد الرحمن من سواء جعلوه. اه سواء عليكم. ازيك سيد عبد الرحمن اهلا بيك. عبد يا دكتور الله يخليك. تفضل امرني يا اخويا. تفضل يا اخويا. الحاجة عنديها سكر دكتور عنديها سبعين سنة. ربنا يديها طلط العمر. الله يخليك يا دكتور. وبيتاخد انسورين خمسة واربيان واحدة عالصبح. وكان بالليل. لا بالليل ما فيش. ما ينفعش غلط. اول القصيدة غلط. ما ينفعش. ده مش كده? سبعين تلاتين مكتوب عليه مكستارد? مكستارد اه. طب هو مكستارد لازم مرتين في اليوم. ولازم يبقى تلتين وتلت. تلتين وتلت. اه. المفروض دكتورك قال. وعلى فكرة بالامانة عشان برضو مصلمش زميل الدكاترة المحترمين. العيب بيبقاش عند الدكتور. لان احنا متعلمين كويس. ومتربيين كويس. ومتعلمين طب كويس. ما ينفعش المكستارد يبتاخد مرة واحدة. هو في الغالب قال اتنين مرة كده راح تهبطت. فقيت لك خلاص بطلت بالليل. غلط. لا 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 مرة واحدة نية وزبط يا دكتور معاها يعني. او ايه فانديم? يعني زبط التحليل معاها. وتزبط على مرة واحدة الصبح. اه. يبقى ما بتتعشاش. يبقى هي فطر وغدا مسلا. لا بتتعشي خفيف يا دكتور. يبقى خفيف كأنها ما بتتعشاش. اه. واخد بالك. بص. اه. ازا هي ازا هي زبط معاها الصبح وما بتتعشاش او خفيف جدا جدا جدا. فاهمني? يبقى ندور عالغدا. معايا حضرتك. اه. ان شاء الله نقس من الخمسة واربعين تلاتين وخمستاشر ويبقى غدا. المكستارد مرتين. مفترض مرتين. معايا? اه. لان خد بال حضرتك. انا دايما نقول كلمة. ازا العيان بيكن تلات مرات. يبقى السكر بيت من تلات دوار. فطار غدا عاشا. ما ينفعش خالص ما بصش على الدورين التانيين ودي كارسة وغطأ المريض المصري في السكر. يجي حل في الوقت اللي واخد فيه العلاج. بعدها بساعتين. ده ازا اصلا الدكتور فهمه ان التحليل يبقى بعدها بساعتين. دايما كله يقول لك عشوائي ويجري. لأ. لازم نفهم كويس. ودي فرصة وانا في نقطة بتكلم فيها مهمة. اخوانا وحبايبنا اللي عندهم سكر كلهم يسمعوني. احنا قلنا اول معلومة. السكر بيت تلات دوار. يعني ايه? يعني الفطار مش شرط انك تلاقيه كويس يبقى بقيت الوجبات كويسة. لأ. دول تلات دوار جيران ما يعرفوش بعض. زي ما اطمنت عالدور الاول. اطمن عالدور التاني اللي هو الغداء. اطمن عالدور التالت اللي هو العشاء. واحيانا العشاء ما اطمنش عليه بعد العشاء. اطمن عليه عالريق. وكل سكر عائل عالريق هو جاي من اين? من العشاء. وكل تحليل سكر حضرك شايفه فيه. الجهاز او في المعمل طالعلك هو محصلة اربع حاجات. اكل يعلي السكر. دواء يوطي السكر. زعل وتوتر يعلي السكر. مجهود وحركة ورياضة ومسي وحركة. يوطي السكر. هما الاربعة لا خامس لهما. لا خامس لهما. ما بصش مسي في الاكل والمكستارد. طب والزعل. طب والحركة. ما دول كلهم دخلين معا في المعادلة. سيد عبد الرحمن معايا الا افعل. معاك يا دكتور. طب يا حبيبي. فانا بس تأزينك خليك ناصح. نمر واحد خلينا نقول انها اخدت خمسة واربعين. اول حاجة بعملها ايه? الاول بأكلها اكل كويس. ما فيهوش سكريات كتير. بقدر الامكان ابدأ عن السكريات. بوقف الرز والمكارونة والبطاطس. خالص. خالص في الاول. بعد كده نتكلم للي بيحبهم نبقى نشوف له حل. يعني نرجع لهم بطريقة معينة. بس في الاول فرمان لبطاطس ولا رز ولا مكارونة نجي للعيش. اقول له يا حبزة لو خدت ربع رغيف في الوجبة. هيفضل بقى يناهد فيها ويتخانق معايا ويتكلم. لا. دايما اقول له العيش مش باباك وتوفى خالص. العيش مش مامتك وزعلت خالص. العيش ده حاجة بناكلها في وسط الحاجات. بيقزي عند مرض السكر. ناس كتيرة جدا سكرها مش مظبوط. مجرد ما حولتهم من رغيف. مصري. عيش. في الوجبة الربع. الدنيا تزبطت تماما. ليه بقى? لانه مش فارقة خالص اللحمة. ومش فارقة الفراخ. مش فارق السمك. مش فارق البيض. مش فارق الكوسة. مش فارق الجبنة. مش فارق اللبن. مش فارق العتس. مش فارق مش فارق مش فارق مش فارق. مين اللي فارق? العيش. واحنا طلعنا على بقى جنب مين? الرز والمكارونة والبطاطس. وقفناهم شهر يا عم مش حنموت من غيره. خلاص? سامعنا يا صبت رحمن? معك يا دكتور. كمان. بعد كده بعد ما زبط الفطار. عندنا كارسة في الصعيد. انا حد يكلمني من الصعيد يعز عليها جدا. اول امبالح. والحقيقة صارت سائرت يعني وزعلت منه. لانه اهل الصعيد عندهم عادة صعبة جدا. وانا منهم يعني واتشرف بهزا. انه اهل الصعيد فطارهم كله اغلبهم كوبات شاي وجوها رغيف عيش. الشاي مليان سكر او فيه سكر. بتعملت ايه? فين السلطة اللي بتدي الجسم? فين الفطار اللي هو اساسا غزاء مهم للجسم? فين البيض? فين الفول? فين البروتين? فين الفكهة? ازاي? كل الصعيد يفطر كده فيه الغالب? يصحى الصبح? يجيب البسكوت? كمان ساعات ما يبقاش عيش يبقى بسكوت. اللي هو معمول بزيت ومعمول بسكر. طامة كبرى. وزا هي مش طامة كبرى عند الناس العادية طامة كبرى عنده مرضى السكر. لان انا بديله سكر. وبدله نشويات. وبدله حاجات فيها زيوت. وبديله. يعني طامة كبرى. ده غير الشاي ان احنا قلنا اهم مشاكل الشاي. يسحب الحديد من الجسم فيجيب انامية. ويعمل اهم لحلة انه فيه اجزلات. مادة الاجزلات. فدي مشكلة. تمام? طيب. فحد رجحة تفطرها الفطار العادي. وقلنا دايما مرض السكر فيه حاجة مهمة. لما ياكل سلطة ما ياكلسي محلقة محلقة. ياكل الطبق كامل. انا رحت يمكن تمن دول اوروبية. ده من دول اوروبية. في هذه الدول الفطار يجيب لنا السلطة او في الغادة حتى السلطة الواحدة هنخلصها ينزل بالطبق التاني. وهذا افضل ما يمكن. افضل ما يمكن. انما ياكل معلقة سلطة ويروح رايحة على عيش يخلصه. والبطاطس يفتكر ان فيه سلطة. لأ. احنا نخلص طبق السلطة كامل. وده نصيحتي للأسر المصرية كلها. ابنك. جوزك. باباكي. انتي. خواتك. ارجوك. طبق السلطة يخلص كله الاول. الاول. بعد ما خلص طبق السلطة المحدة خلاص شبهة ملت. ادخل بقى على الحاجات المنتقلة المحترمة. تمام? حقيس بعد مدى الخامسة واربعين وحدة. تعالوا نطبق على ام الحاجة عبد الرحمن. ربنا يديها الصحة يا رب. من شهاج. شكرا لنصيح عبد الرحمن. هنعمل ايه? بعد مدى العدد الوحدات الانسولين دي. بساحتين اقس السكر. المفروض يبقى بين السبعين والمية وستين. مسموح لمية وتمانين. بين السبعين والمية وستين. طب احصل رقم كام? بين تسعين ومية وعشر. بس مش عايزين نقول انه لازم يبقى كده لانه ده مسالية. لا مش كل الناس هتوصل اليها. يبقى خلينا بين السبعين والمية وستين. ولو مية وتمانين مش هنزعل قوي. مش هناخد خطرنا على خطرنا قوي. ناس تغلط بقى ايه وبتحلل تعمل ايه? ما تاخدش العلاج سواء انسولين او اقراس ويس ايه ويس بعدها بساعتين. طب وانا بقيس ليه? يبقى لازم اقيس وانا واخد الاكل وانا واخد العلاج واعد بعد اخر لقمة بساعتين واعمل ايه اقيس? يبقى كام من سبعين لمية وستين? مقبول لحد مية وتمانين. تمام? اجيه على الغداء. ام عبد الرحمن ما بتاخدش في الغداء. ده اهم حاجة اقس فيها الغداء. هو الراجل ارتبط سواء رسول عبد الرحمن او حد تاني بانه بعد ما تاخد العلاج بساعتين يقيس. طب في وجبة يا جماعة ما باخدش فيها علاج اساسا. دي اللي جايبها للمصايف. دي اللي جايبها للمشاكل. دي اللي جايبها للمضاعفات بتاع السكر. ازاي تفوت علينا دي? اما لانا في اول الحلقة قلت ايه? السكر تلات دوار. اتطمن على اختك اللي في الدور الاول. واختك اللي في الدور التاني. واختك اللي في الدور التالت. هو عشان اختك اللي في الدور الاول زي الفل. وتبخين وتمام والامور تمام. ومستورين. ما تروحش تبص على اختك اللي في الدور التاني اللي هي الغدى? لأ. فتيج المشاكل بقى انه الراجل فاكر انه عشان قاس بعد الفطر بساحتين. وطبعا مش بيقس على طول. ده هو بيقس مرة وخلصنا كده. وطبعا الطبيعة بتاعة شغلنا وحياتنا والاتكالية وا 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 وا. بعض المساوئ اللي ان شاء الله نتخلص منها سريعا سريعا فيما يتعلق بالصحة يعني. طبعا بتبقى اه موضوع يعني مش حايز اقول لكم مهم جدا ويا قد المضجع كثيرا. ليه بقى. لانه لازم يقس بعد الغدى بساحتين. لانه ساعات الجرعة بتاعة الخمسة واربعين تسطر علينا للغدى وما بعده. خير. انما لو لقيته فوق المية وستين بكتير. قلنا مقبول لمية وتمانين. لقيته بتين وعشرين. متين وتاتين. متين واربعين. متين وخمسين. متين وخمسة وخمسين. ايا كان. تبقى دي. لازم الغدى محتاج حاجة. طب العشاء. العشاء في الغالب ما قسش بعد العشاء. اقس على الفطار. لانه العشاء بيبان في اللي عريق. اقس امت عريق. اقس امت عريق. يبقى دايما بقول للعيان انسى كلمة عشوائي. مش عايزها. انا عايز عريق. بعد الفطار بساحتين. بعد الغدى بساحتين. لو عندك مريض سكر قلوك كلمتين. دول. قلو الدكتور حسين الشورى بيقول انسب وقت للتحاليل عريق. وايه? بعد الغدى بساحتين وبعد الفطار بساحتين. فيه حالات طبعا انا مش عايز اقول ان ادلق على اطلاقه. لانه ساعات الدكترة يطلبه قبل الاكل على طول. قبل الاكل على طول. لحالات معينة بنفصلها احنا كدكترة. فبرضو لو لقيت دكتور اكتلب في مرة قبل الغدى على طول او قبل العشاء على طول اعرف ان هو بيشوف اه انت قبل ما تاكل كان كام. عشان يزبط لك الجرعة لقبلها. بس دي في حالات خاصة. انما خلينا نقول كثقافة لنا كمرضى. واصحاء حتى احنا بنتكلم على انه انسب وقت مريض السكر يقس فيه امتى? عريق. بعد الفتر بساعتين بعد الغدى. اه بساعتين. طبعا انا بفكر زي ما يجي في الاستوديو انه حده هيدخل بعد شوية اه اه عشان يكلمنا على كورونا. لان انا وعدت في اول الحلقة ان احنا هيبقى معانا الاساس محمود. من معامل بايولاب. اه الحقيقة هيحكي لنا عن اللغة اللغة في اه تحاليل كورونا. فاسمحولي ارحب بيه الاول. اه? ايوة يا دكتور اه. طلو حمود بيه زيك? عامل يا دكتورنا. الحمدلله يا حبيب ربنا يخليك. اه انا اولا اه برحب بحضرتك طبعا. اه. اه. حضرتك مدير اه تسويق بايولاب. مجموعة معامل محترم يعني. اللي عايز اقوله بس احنا احنا عايزين نقول هو ليه فيه لغة في موضوع كورونا? ايه التحاليل اللي المفروض الناس تعملها الكورونا? تبين او تدينا دليل على انه فيه كورونا ولا لا? ايه مجموحة التحاليل. اتفضل. بص يا فندم هو اتفق معظم اه العالم كله على ان هي مجموعة التحاليل زاد دول بيشخصونا كورونا بنسبة خمسة وثمانين في المائة. تمام. حضرتك معي يا فندم. معك يا فندم. اه بالنسبة للمعتاد او موضوع اه المتحة. اه فمن الممكن ان المتحة تديني ايجابي وهو المريض او اللي بيشان هو ما عنده كورونا. تمام. او يعني الفيروس حاول ان هو يصيبه. ففيش البيوت الانفية بتاعته الشعرات الدموية. بقايا الفيروس هي ميتة لم تستطع تختار اي اجهزة عنده. طحيح. فلما بنعمل المتحة بيزهر معانا انه مجابي. طحيح. بقايا للفيروس. طحيح. ولكن هو لم يصيبه. لم لم يتعدى الجهاز المناعي بتاعه. مم. فعشان كده بنستعين بالتحاليل اه زي الفيرام رأس الفروتين او الاس ار سورة الدم الكاملة دي دايمر الالي دي اتش او الفيرام فروتين. تمام. تمام. طيب اه يعني الحقيقة اه اه الناس الناس يعني اه اه مفترض انه يبقى في اه الاسعار تبقى اقل شوية على الناس في في كورونا يعني قصدي. بعض الناس بتعمل باكتش كده بحيث تحاول اه انت عارف صورة الاقتصادية بتاعت الناس يعني. طبعا. طبعا. بص بص يا دكتور. بقى. اقنا الحمدلله فضل الله في مختبرات بيولار. اه. عن جناش بيشن بيجي حتى لو هو فير مقتدر متليا. واحنا ما بنعملوش التحاليل او الحاجات اللازم. زائد ان احنا الباكتش بتاع تحليل كورونا نفسه. احنا عاملين عليه قصم. يكاد يكون داخل في المياه. تمام. طيب عموما احنا يعني هندبسك دلوقت انه في بعض الحالات مش هتكون كتير اوعدك. لكن لو حالات غير قدرة هنسق مع حضرتك. لانه البرنامج اسمه تواصل. فيعني لازم يبقى فيه اه عطاء. واحنا عارفين انكم اهل خير وعطاء. يعني لو في حالات غير قدرة يعني هنتواصل مع حضرتك بعد اذنك. ويعني يبقى بايولاب لها يدو الخير في هذا. آآ بدرجة او باخرى يعني. بس يا دكتور حضرتك ساهم احنا تحت عمر ساعتك في اي حاجة. تمام. وما دمشيها خير. واحنا نسعى ان احنا اهالينا والمرضى كلهم ان احنا نقدرهم صدمة طبية محترمة. اي حد عند ساعتك مستاد يعمل اي تحليل عنده. يعني مالوس مقدرة مجدية. يتواصل معنا لو الفل. تمام. احنا تحت عمر ساعتك في اي وقت. ربنا يخليك الدكتور محمود قطب مسئول آآ تسويق معامل آآ آآ بايولاب من الناس المحترمة انا بشكرك جدا. وبشكره على انه زي ما بقول لكم كده قدم يد العون لانه زي ما بقول لكم مشاهدي تواصل على قناة الصحة والجمال. آآ بعضهم بيبقى غير قادر. واحنا قلنا دي نافزة بنحاول نمد الايدي مع بعض كده. لو تطبنا كلنا على بعض في الازمة دي هنعدي ان شاء الله. وبلدنا هتعد ان شاء الله. طيب معايل استاذ مروه السلام عليكم. هلو? هلو? ايوا? السلام ورحمة الله وبركاته. استأذنك استاذة مروه نوط التلفزيون خالص ونسمعها من التلفون اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بس انا يعني كشفة لسا وكده عن الدكتور لسا. الايه فاندي? اه بس اه دكتور نسا وولادة. اه رحت لدكتور نسا وولادة? اه بس يعني جالي عندك بحفظ المباعد وكده وعملتنا عملنا برضو جال على جوازي كانت عنده عمالية دوالي وعملها. اه. وطرب من تحليل التحليل يعني انت ضعت النسيجة بتاعته اتنان وعشرين وفتسعة وسبعين. اه? ايه? انت بدي يعني كويسة ولا وحشة. هو اتنين وعشرين وتسعة وسبعين ده ايه? حضرك الاول انت بتتكلمي على سائل مانا والزوج مش كده? ولا بتتكلمي على اه مبيض وقدرته على التبويض. يعني سائل مانا والزوج. طيب. بص حضرتك طبعا اتمنى تبعثينا على الواتساب. سواء على الرقم الموجود على الشاشة او على رقم انا زير احداشر اربعة احداشر اربعة تلات ستات اتنين زير احداشر اربعة تلات ستات اتنين. ده الواتس بتاع الدكتور حسين الشورى العبد الفقير الى الله اللي بيكلمك? لانه احنا بندور على حاجات معينة حضرتك. يعني احنا عندنا واحنا بنبص على السائل المنوي للزوج. وطبعا بنقوله ابتعد عن الزوجة خمس ايام. وبنقوله حاول اه 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 ازا بعد كده ما طلحش في حوانات منوية لازم ناخد عينة من الخصية في قوضة عمليات. ما ينفعش تبقى عينة في اي مكان. اه وبنبص على حاجتين عدد الحوانات المنوية. والفوليوم اللي هو الحجم بتاع السائل المنوي. يبقى حجم السائل المنوي اتنين عدد الحوانات المنوية العيشة اللي فيه تلاتة نسبة التشوهات. اللي بتطلع اربعين في المية في الطبيعي. فساعات تبقى تمانين ولا حاجة يبقى ايه الفايدة? انو العدد كبير بتتشوهات كتيرة. الحاجة الرابعة اللي ببص عليها هي الحركة. ساعات الحوانات المنوية تبقى راجع الورا واخده جنب اه مش بتتقدم الى الاماب وهكزا دول اهم اربع نقاط ببص فيهم في السائل المنوي اللي فيه حاجات كتيرة واللي اتوقع انك حضرك ما ارتيش يعني الرقم كويس لان احنا يلا حاجة مطلوبة عشرين مليون حيوان منوي في القصفة علشان يحصل حمرك هنتكلم مرة ان شاء الله عن ده ونقدر برضو نتواصل مع حضرتك عشان نساعدك وحنتواصل مع الست دكتور حمد عبدالله استاذ زكورة علشان يتابع هذه الحالة بنفسي يعني ببشر بس اهالي كومومبو انها ان شاء الله يوم السبت في كومومبو باذن الله باذن الله في علي لاب بجوار شركة عبدالمنع مبشير اللي في كومومبو تمام ان شاء الله باذن الله وحنشوف حالات كتيرة وحنقدم خير كتير يوم السبت اللي جاي ان شاء الله لأهالي كومومبو كلهم باذن الله تعالى هكون موجود من الصبح باذن الله مع حبايبنا واهلينا في كومومبو بجوار معمل علي لاب الناس كلها عارفة طبعا شركة عبد المنهان بشير الخديمة والدكتور حسن الدالي كان دكتور مسالك زمان احنا في نفس المكان في كومومبو ونقدر نشوف حالات كتيرة غير قدرة ونقدر نشوف حالات كتيرة قدرة وان شاء الله هنقدم ياد العون كل مرة في كل حتة يوم الجمعة احنا في الاقصر في شارع التليفزيون برضو معاكم بإذن الله تعالى في مركزي في الاقصر وبرضو لو حالات غير قدرة احنا تحت امركم حالات قدرة برضو احنا معاكم زي ما بقولكو تواصل حيطوه في كل الاماكن انه يطبطب على كل محتاج وكل حد غير قادر هنجيب اشعة تعمل حاجات مجانا هنجيب معامل تعمل حاجات مجانا زي باولاب اللي كلمناه من شوية وهو استفاد ان الناس عرفت اسمه وإحنا استفادنا انه وقدم لنا حالات مجانية وهو ده تواصل هو ده تواصل وزي ما انا بقول اذا كان عنوان عيادتي في المانيال 84 شارع المانيال بجوار ميدان الباشا محطة الغمراوي وفيصل بورج الاطباء اه اول فيصل وفي شرع العشرين فيصل بجوار بجوار كشري السلطان ناحية صفتي يعني شرع العشرين دي عنوين انا بقولها علشان بنستقبل حالات مجانية فالقادر بنشوفه وغير القادر بنشوفه انا بقول العنوان مقابل ان احنا نشوف الحالات مجانا ان شاء الله لغير القادر بازن الله وهي دعوة ان ربنا يحافظ علينا وعلى اولادنا وربنا ان شاء الله يكرمنا ويكتب لنا السلامة سواء القناة والقائمين عليها او حتى حضراتكم جميعا والقائمين على الاستوديو والقائمين على التصوير وكل طاقم العمل باذن الله تعالى ربنا يحفظنا ويحفظ مصرنا الغالية باذن الله طيب هو اخونا قال حاجة الحقيقة النهاردة الغالي المحترم اللي كلمنا النهاردة عن موضوع المسحة المسحة فيه كلام كتير قوي يتقل عليها الحقيقة ويتقلف كتب عليها لانه المسحة ساعات تدينا تدينا ما يسمى بالفولس بوستيف والفولس نيجاتيف فولس بوستيف يعني ايجابي خطأ فيتقلك ايجابي وانت ما عندكش اصلا كورونا وفولس نيجاتيف يتقلك ما فيش وانت عندك وده اللي الدكاترة يعني عانوا منه كثيرا لدرجة يعني من كتر ما تكلمت انا في كورونا عندي نادوة بكرة ان شاء الله في مكتبة مبارك العامة اللي في الدقي هتكلم فيها الساعة واحدة الظهر عن كورونا فبرضو الدعوة عامة لو حد حد يحضر بنحاول ننصح الناس لانه زي ما بقولكم يعني الدين النصيحة فاذا طلعنا من هذا المنطلق احنا بنعمل خير لانه المعلومة تسوي حياة يعني احد الحاجات اللي انا قلتها عن المعلومة تسوي حياة وده عنوان الندوة بكرة ان شاء الله بإذن الله اللي عايز اقوله بس انه كورونا مناعة كورونا مناعة اللي اترح اخيرا هل يترى العيان بيرجع له تاني ولا لا وحصل لغة كتير في النقطة دي وحنا قلنا ساعات العيان اصلا اتشخص غلط في الاول ما كانتش كورونا وتقال كورونا وبعدين اتقال ميسيت وهي رسا ما مشيتش فلما اتحلل تاني طلعت موجودة فاتقال الله ده نفس العيان اتصاب مرة تاني فاذا التحليل بتاع المسحة ليس قاطعا ليس يعني قولا واحدا ليس حاجة بتقول الحياة كاملة لانه فيه 40% غلط 40% غلط في الموضوع الحاجة التانية حتى المناع انها متجيش تاني ما نقدرش نقول ده يعني هقول لكم ان مارده خبر حلو جدا او يعني غريب وطريف طوله امرنا نقول لمرده السكر ايه وعى المانجا المانجا لا ونحفظهم تيه مبلع هنا بمانجا موز لا تيه مبلع هنا بمانجا موز لا وعيان السكر ياكلين قولهم تفاح كمترة برتقان تمام اه انا ناس اه شريحة كنتلوب شريحة بطيخ جوافة من غير بزر كل ده ياكلوا عيان السكر بس نيجا عند البرقوق والخوخ المسمش قولهم قللوا قوي برقوق خوخ المسمش قللوا قوي النهاردة في فريق بحسي من استراليا عمل تجربة على المانجا ويمكن ده حيفرح بعض مارده السكر بس ناخد الخبر ده بحذر بعد نتائج كثيرة جدا على مارده السكر جففوا المانجا فدهم مانجا ايه مجففة تشالت الميا منها وبدأوا يرقبوهم لقوا انهم يا اما بتضبط السكر يا اما بتقلل السكر لانه المانجا فيها مادة اسمها البولي فينول والانتي اكسيدنت مضبطات اكسيدا كتيرة ومواد كتير مش عايزة اصبحكم باسمها بس خلينا نقول انه البولي فينول هو المادة الاساسية في المانجا واضح انها زبطت السكر عندهم بس المانجا كانت مجففة وبكميات قليلة عينات عينات لانه المريض المصري والعرب لو قلتلهم كله مانجا والله ما حيتلموا بتلات فصة ولا افاصين مانجا خالص يعني الراجل يروح زبط الافاصين المانجا ويقول لك على فكرة لو دي غريبة برضو عند بعض المرضى افضل اترجاهم يا جماعة ارجوكو انت ما تأكله برنارد شو قال كده انت ما تأكله انت ما تأكله انت ما تأكله فيقول لك حاجة غريبة جدا يقول لك انا اكل واموت اكل واموت منطق غريب طيب خلصنا وصلنا لاخر الحلقة ومش قدامي غير ان انا اقول لكم ان شاء الله بإذن الله تعالى ان احنا نحافظ على بعض نخاف على بعض بلدنا ان شاء الله هتتقدم بلدنا هتتطور ايوه هتفقد الامل لحظة واحدة في بكرة بكرة هو الحلم اللي تمسك عليه واتبت عليه وما تسيبوش ابدا 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 عايزة المشاهدين في النهاية دايما اقول الجميع يختم حلقاته بكلمات واختمها بابتسامة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في ودي اخيك صدخة وقال ان البسمة البسمة هي اقرب الطرق الى القلب فكن دائما مبتسما قال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم تصبحوا دايما على صحة على خير على فرحة على امل بسام بكل الخير ختمنا ابتسامة